أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن أية محاولات للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل مبادئ القانون الدولي وقرارة الشرعية الدولية مآلها الفشل وفي كلمتين وجهة من نسبة الاحتفال باليوم العالمي لتضم مع الشعب الفلسطيني قال أبو الغيط إنه رغم الانشغال العالمي بجائحة كورونا إلى أن استمرار التبعات الكارثية للاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمثل قضية مركزية لدى الدول العربية جميعا ومشددا على أن هدف الجميع هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة عبر الحل السياسي